اهلا بكم من جديد السمنة والنحافة حالات يعاني منها الكثير من الأشخاص خاصة بعد عمليات الجراحية مشاكل السمنة مع استشاري جراحة السمنة والمناظر الدكتور عيد القحطاني من استوديو سيدتي في الرياض اليك دكتور عيد مساء الخير مساء النور ميسا شكرا لك مشاهدين الكرام أهلا بكم في هالفقرة الجديدة اللي حاولنا نشارك معها في برنامج سيدتي إن شاء الله تكون متكررة معكم كل سبت يمكن حاولنا كثير وفكرنا كثير أنه كيف ممكن أن نقدم لكم هي شراكة مستمرة مع قناة روتانا خليجية كنا مع الصديق العزيز علي العلياني في أهلا والآن انتقنا إلى برنامج سيدتي بفقرة ثابتة كل سبت وفكرنا كيف ممكن أن نقدم لكم شيء ونواصل هذه المكافحة للسمنة ومحاربة السمنة ومحاولة مساعدة الناس اللي عندهم أوزان عالية وعندهم مضاعفات للسمنة ويمكن وجدنا أن أفضل حل هو أن نمثل كاننا في العيادة بالضبط الأسئلة اللي بتجينا في العيادة من المرضى نحاول أن ننقلها لكم من خلال الفقرة يمكن أول موضوع فكرنا فيه وهو كثير من الأسئلة اللي بتجينا في العيادة ويقولون إلى دكتور إحنا بنسوي عمليات السمنة وخايفين صيرنا هزال شديد وضعف شديد فهل ممكن أن يصير هذا الشيء بعد عمليات السمنة؟ هذا السؤال مهم جدا أنه نطرح لكم ويكون هو أول موضوع لنا اليوم إن شاء الله بس خلينا قبل ما نطلع على هذه الأسئلة والمناقشات وإجابة أسئلتكم إن شاء الله على هذا الموضوع سيكون عندنا فقرة متكاملة يمكن عندنا جزئين فيها الفقرة الجزء لو ننتكلم على بعض المواضيع الرئيسية أو موضوع مختار ونعطيكم معلومات عليه وأيضا الفقرة الجزء الثاني هو أن نستقبل اتصالاتكم ويسعدنا ورح تنزل لكم إن شاء الله للتليفونات وطرق التواصل للشبكة الاجتماعية وكل الأمور اللي ممكن توصلكم لنا والتي ممكن نعطيكم من خلالها بعض الأجوبة المفيدة لكم بس خلينا نطلع على تقرير يتعلق بموضوعنا اليوم موضوع نقص الوزن بعد عمليات السمنة هل ممكن أن يؤدي إلى نحافة شديدة والأسئلة للدور في دماغكم ازدادت نسبة السمنة في المملكة العربية السعودية بصورة تدعو للقلق يلجأ مرضى السمنة لإجراء العمليات بكافة طرقها وأساليبها ولكن هل يعقل أن تحصل النحافة بعد إجراء العملية؟ وهل كافة الأشخاص معرضون لهذه النحافة قد يكون أمر طبيعي وقد تكون حالة تستدعي المراجعة لدى الطبيب المعالج؟ الحرص الشديد على الرشاقة بعد عملية السمنة من أسباب النحافة بالإضافة إلى عوامل أخرى تؤدي إلى ذلك لبرنامج سيدتي دانا ديليوموني شهدتوا في التقرير بعض الحالات التي تمر بها الأسئلة وكون فعلا هي سئلة متكررة لأنه بعد عمليات السمنة هل ممكن تحصل لنا نحافة شديدة؟ لأنه فيه ناس يتخوفون يمكن تجد بعض النساء بتتخوف تقول لك أنا مش عايزة جسمي يكون بها الشكل ويمكن بعض الأزواج أيضا لهم رغبة في أن زوجاتهم أيضا ما بينزلون نزول معين وحتى هم نفسهم يبغون أنزلون نزول نحافة شديدة يمكن بعضهم حتى ما يبغى يصل إلى الوزن المثالي يقول لك والله إذا أنا مفروض وزني سبعين لا خليني ثمانين خمسة ثمانين فهل ممكن يصل هذا الشيء؟ وكيف ممكن ما نصل إذا إحنا ما نبغى نصل لها هل ممكن فيه آلية معينة بعد العمليات ما نسويها وما نصل إلى هذا الوزن الشديد؟ هذه أسئلة مهمة جدا وتكرر معنا يمكن ما فيه مريض أن نشرح له العملية إلا ما هذا السؤال في ذهنه يعني منهم اللي يسأل عن نزول خاصة نزول تحت الوزن المثالي يعني هذا طيب الجواب إيش هو؟ الجواب أنه يعتمد على عدة أمور أول أمر هو نوعية العملية نوعية العملية مهم جدا لأنه في عندنا عمليات في الغالب راح ينزل الوزن أكثر من الطبيعي ولكنها عمليات نادرة ما تجعل لكل المرضى يمكن أكثر عملية النزول بيكون فيها شديد هي عملية سكوبينارو أو عملية تحوير المجرى العصارة الصفراوية وهي عملية نادرة الحدود يعني ما هو كثير يمكن واحد أو ثنين في المئة من الناس بيسوونها ولها شروط وأنا في نظري أنه لا يجب أن تجرى في أي مركز ما لم تكن الخدمات الصحية في المنطقة أو في المكان ليس مجرد المستشفى في المنطقة نفسها يعني مثلا في السعودية إذا الخدمات الطبية جيدة مثلا في كل أماكن بحيث أنا كمريض سويت العملية وعندي رغبة في اللجوء لأي مستشفى يعني وأجد الخدمات موجودة عندي في المدينة اللي أنا فيها والمكان اللي فيها أوكي ممكن أسوي العملية هذه لكن عملية سكوبينارو هي فعلا ممكن تنزلكم تحت الوزن الطبيعي وممكن تهدي لنقص شديد في الفيتامينات والمعادن والبروتين وربما لا سمح الله بعض الأمراض فهي عملية ليست سيئة ولكن بشروط ويمكن تنزلك تحت الوزن المثالي فهذه العملية نعم أول ما تقررها أنت تعرف أنك احتمال تنزل العملية الثانية هي عملية التحوير نعم عملية التحوير ممكن تنزلكم تحت نزول الوزن المثالي لكم إذا فعلا ما التزمت بشروط معينة يعني في عمليات نحن نقول لكم التزمت وما التزمت وما رح تنزلون وفي عمليات تقول لكم إذا ما التزمتوا رح تنزلون في عمليات تقول في النص العمليات إذا ما التزمتوا بالنصائح ممكن تنزلون وهي عملية التحوير وعملية سكوبينارو قلنا هذا في الغالب نعم إذا ما التزمتوا بأشياء كثيرة جدا من التغذية والرياضة والأشياء الأخرى لكن عملية التحوير وهي من العمليات المتكررة وكثير من المراكس يسويها وهي عملية آمنة وعملية سليمة وكل شيء ولكن للأسف كثير من المرضى بيجون يعني خلي نقول 15% لو ما التزموا ممكن ينزلون نزول هزيل وتشو عندهم حالهم ناحلة وشاحب وكثير من الناس يسألون يقولون دكتور احنا شفت مريض وشفت فلان سواه وشكله هزيل وحاله ناحلة ايش ينسوي يعني فإذا هذه الحالات اللي نقول نصائح فيها إنه أنا سويت عملية التحوير يجب غذائي يكون موزع بشكل ممتاز فطور وغدا وعشا خلال اليوم أخذ طاقة جيدة بينهم وجبات صغيرة أخذ كل الفيتامينات وهذا سؤال متكرر وقلناها في حلقات سابقة وفي مواضيع سابقة خمسة أشياء طول الحياة فيتامين اللي هو فيتامين دال حديد كالسيوم فيتامينات متعددة وبعض اللي هو البروتين اللي ممكن يأخذ والفيتامينات اللي مهمة جدا يأخذها على المدى العيد فكالسيوم وفيتامين دال وفيتامينات معتها عددة وفيتامين با وحديد خمسة أشياء طول الحياة بيأخذها وقد يحتاج إلى بعض البروتينات لكن هذه أساسية للأسف بعض المرضى يقول لك ما حدقل لي أو أنه حدقل وينسى فأرجو أنه إذا ملتزمت بهذه وملتزمت بغذائك وإنت نسبة معدنة تصل إلى 15% قد تصل إلى أنه نزول وزن تحت الوزن الطبيعي هذه بالنسبة لعملية التحوير بالنسبة لعمليات الأخرى إذا نحن يمكن نتكلم الآن لعملية التحوير وعملية سكوبينارو سكوبينارو قلنا نزول كبير ونعم قد تصل للمرحلة اللي يتكلمون عنها الناس في العيادة يسألوننا الشحوب والهزلان وهذه التحوير مش كثير ولكنها جزئة معينة وإذا ملتزمتم ممكن تصير لكم الحالة هذه فما نقل كثير منها 15% أيضا من عملية التحوير ممكن يزيد وزنكم فيه توازن 15% نزولون تحت الوزن الطبيعي إذا ملتزموا بعض الأمور معظم الناس لا نزول كريم من الوزن الطبيعي ويحافظون على وزنهم بشكل جيد ويواصلون حياتهم بشكل طبيعي الأمر الآخر هو عمليات اللي أكثر انتشارها الحين لعملية التكميم راح نعطيها تفصيل إن شاء الله ولكن العملية اللي خلاص بدأت تفقد أهميتها ومعات توجد كثير هي عملية الربط فهذولي لا يمكن أن ينزلون تحت الوزن خلينا نقول شبه معدوم أن تزولون تحت الوزن الطبيعي ومعظم الناس يزيد وزنهم ويرجع لهم وزنهم ومعظم الناس قد يحتاجون 60% قد يحتاجون لعملية إضافية بعد عمليات الربط أو الحلقة هذه بالنسبة للتفصيل بالنسبة لعملية التكميم وإن شاء الله نحاول نجاوبي السألاتكم عليها وعلى عمليات أخرى إنه هي عملية من النادر أن تنزل تحت الوزن الطبيعي ومن النادر أن تنزل خامل اللي هو الأسئلة اللي بتجينا بتكررها من الناس أو نصيبك شحوب كامل ولكن ذكرت هذا يمكن في حلاقات سابقة للأسف أنه كثير من الناس ما بيلتزمون بلتق برنامجهم الغذائي بعد العملية ولا الرياضي بعد العملية والبرنامج الغذائي فطور وغدا وعشا ووجبات بينهم فإذا أنت أخذت هالوجبات اللي هم فطور وغدا وعشا مثلا وجبات صغيرة بينها الفطور والغدا والعشا ونظامك الغذائي بجيد واختياراتك سليمة خلاص فعلا تجد أنك ما كانت تسوي عملية حياتك طبيعية بينما في الجانب الآخر وتجد ناس سووا تحوير وتشوفهم أنت بحياتك اللي يسمعوننا الآن شوفهم حياتك هازل ونحيل وأشياء معينة هذول فعلا لما تسألهم تجد أنهم طنش فطور طنش الغدا طنش ربما أحيانا الوجبات اللي بينهم ربما حتى المواد التعوذية اللي قد يحتاجها ومش على طول قد يحتاجها ما يلتزم فيها طبعا عندكم الاتصالات إن شاء الله يكون معاكم مشاهد الكرام رح يكون عندنا فاصل وراح نحاول ناخذ اتصالاتكم إن شاء الله بعدها وراح نناقش أيضا بعض الأمور المتعلقة بالنحول وتغير الوزن الشديد اللي الناس ما يرغبون فيه بعد العملية وهل هذا يصير وما هي الشروط اللي نصير فيها إن شاء الله بعد الفاصل وأتمنى إن شاء الله طبعا عندكم الطرق التواصل سواء تليفون أو الشبكات الاجتماعية ونراكم إن شاء الله بعد الفاصل أنت متفوقة معها والطموحة معها أنت السعيدة معها الرابحة معها معها أنت الشابة الدائمة سيدتي سيدة المجلات العربية سيدتي نات معك أثناء دراستك معك في مملكتك ومجلة سيدتي لكل فرد من عائلتك سيدتي وموقعها الجديد لكم ومعكم كل لحظة أهلا بكم شاهدين الكرام مرة أخرى طبعا أعطيكم موجهز بسيط على الذي ناقشنا لكن بعدين نأخذ اتصالاتكم إن شاء الله الناس اللي على الخط رح نأخذكم الآن لكن خلينا نقول أن الناس اللي عندهم سووا العمليات هل ممكن ينزلون نزل شديد؟ نعم في عمليات 100% راح ينزلون إذا ما التزموا في عمليات ما راح ينزلون التزموا ولا ما التزموا وفي عمليات أيضا يعتمد ومعظمهم ما ينزلون أبدا والأساس هو أنه كيف أنا أعاقل كيف ألتزم بغذائي كيف أموري تصير طيبة رياضتي هذه الأمور إذا التزمت فيها ما نخاف أبدا منه في عملية بتنزلنا تحت الوزن المثالي خلينا نأخذ سمير عبدالوهاب من جدة فضل أخوي سمير السلام عليكم ألو عليكم السلام ورحمة الله أيوة دكتور أنا أعاني من الله هيك دكتور أنا أمني مئة وثلاثين وزني مئة وثلاثين ثم بعد الولادة الثانية بعد الولادة ما أعرف بعد الولادة الثانية ما أعرف وزني مراضي ينزل أوكي فما أعرف هل ينفع أني أبدأ أعمل عملية أنا بنتي الآن عمرها ثلاثين طيب أنت وزنك مئة وثلاثين صح؟ نعم طيب أنت وزنك مئة وثلاثين صحيح؟ مئة وثلاثين حاولي تسمعيني من التلفون وقفل التلفزيون علشان على طول ما يكون في صداء إذن وزنك مئة وثلاثين وإنتي الآن عندك آخر مولودة سنتين أمرها سنتين طيب سويت حميات ورياضة وأشياء أخرى أم لا؟ حاولت أعمل الرجيم لكن الوزن ما ينزل غير خمسة كيلو ويرجع يطلع فأنا أفكر أني أعمل عملية بس ما أعرف إيش نوع العملية المناسبة طيب اسمك أرواصة؟ رواء طيب رواء شوفي اسمك رواصة؟ سميرة طيب طيب أخي سميرة شوفي أنت وزنك بالوزن هذا وبالمحاولات التي تحاولت تنزلين وزنك فيها نعم تصلح لك العملية بالنسبة للناس اللي ما عندهم يمكن ناقشها إن شاء الله في حلقات سابقة علاقة الولادة والحمل بالعمليات السمنة لكن أي واحد تجاوز ثلاثة إلى ستة أشهر بعد العملية ما أنصحنا تسوي قبل ستة أشهر استثناءا ممكن تسوي لظروف يعني مرضية شديدة لكن بعد ستة أشهر من الولادة ممكن تجرى هذه العمليات وبالوزن اللي عندك اليوم وثلاثين كيلو نعم تنصح لك وتنطبق عليك شروط العملية والشرط الأساسي اللي أنت أيضا سويته أنه للأسف بعض الناس يصحى من النوم يقول لك يا دكتور أبغى سوي عملية نقوله لا تفكر أول شيء سوي حمية ورياضة نعرف الحمية اللي صار معك يا سميرة أنه ينزل وزنك خمسة كيلو يطلع عشرة كيلو هذا معظم 90% ليست مشكلتك وأنا دائما أقول للمرضى ليست مشكلة المريض هي مشكلة البيئة البيت الأصحاب العمل المدينة كل هذه الأمور عوامل ضد أنه ينزل وزنك للأسف يعني أنت بتنزلين تشدين وتحاولين تسويين حمية ورياضة بينزل وزنك وقت معين ولكن العوامل هذه تنجح للأسف تغلب عليك ووزنك يرجع مرة ثانية ومعظم أنه 90% يمرون بهذه التجربة لكن هذا يدل على أنهم حاولوا حاولوا قدر الإمكان أن يتجنبون هالمشكلة فإذا نحن نقول نعم أنصح لك بإجراء عمليات سمنة وكلام النزول لكل وزن بعد العملية هل ممكن يصير بهزالة أو شيء يمكن أن ناقشوا كثير عشان ضيك الوقت ولكن هو سؤال دائم يطرحون الناس شكرا سميرة فضل من الأوردنت فضل يا أخي فضل مساء الخير دكتور مساء النور حياة كلها أعطيك عافي دكتور عائل اسمعني اسمعني ألا أعطيك العافي أخي فضل اسمعني من التليفون بمباشرة علشان ما سيكون في صداء وقفل لي التلفزيون نعم دكتور بدي أسألك بس بالنسبة حاب أعرف بالنسبة لعلاقة النقرص بالسمنة أنا كنت كان عندي لحد اليوم عندي سمنة وكل ما أعمل حمية غذائية يزيد عندي النقرص والليوريك أسد برتفع دائما من اللحم اللي باكلها ومن البرامج الغذائية والحمية اللي باتتبعها سحب أستفسر شو بالنسبة ل كيف إمكاني وزني مية وخمسة وعشر مية ومية وثلاثين هلا مية وثلاثين هلا طيب شكرا أخي فضل سؤالك مهم وحجاوبك إن شاء الله عليه طيب بالنسبة لي الحمض اليوريك أو نعم النقرص أو حمض اليوريك خلينا نأخذ سعاد وبعدين نجاوب فضل سعاد من لبنان فضل يا سعاد سعاد طيب خلي على بل ما يكون سعاد جاهزة نأخذ نكلم نشرح لفضل وجوابه سؤال فضل على النقرص النقرص نعم يعني مترابط كل بين حمض اليوريك اللي هو مرض النقرص هو إيش هو يزيد حمض اليوريك في الدم ويترسل في مناطق معينة منها الأصابع وصبع القدم وما إلى ذلك وغالبا في المعتاد أن يجي من اللحوم ولهذا قالوا أنه مرض الملوك وما شابه ذلك لكن في السمنة لأيام هذه ما عاد مرض الملوك مرض الناس السلبوداناء يعني معظم الناس السلبوداناء عندهم حمض اليوريك عالي وشيء الجميل أنك إذا نزلت وزنك بيروح منك حمض اليوريك فإنت اللي ينصح فيه طبعا إذا كان عالي مستوى عالي جدا فينصح بأخذ أدوية المضادة لحمض اليوريك لنقرص وهذه تذيب الأملاح وتحاول تفرزه مع البول وتمنع ترسبو أيضا أثناء الإفراز فهذه مهمة جدا بالنسبة لك إذا كان عالي أما بالنسبة لي إذا كان أنه مستوى معتدل خمسمائة وستمائة في المعدل هذا ربما فقط إنه إن شاء الله بجراء العملية قد تزول تماما كليا أو بنزول الوزن أي أن كان لكن للأسف إنه الوقت الرهن فقط بالعمليات الجراحية هي الفعالة في نزول الوزن فبنزول الوزن بشكل كبير والمحافظة عليه تشفى بإذن الله من النقرص تماما فما تكلك منه إن شاء الله أخي فضل سعاد من لبنان فضل يا سعاد مرحبا دكتور عايد كيفك؟ ألا هيك تفضلي أنا أعتبر إنسان نحيف بس أنا عندي كرش كتير كبير يعني مش عارف شو أعمل فيه كتير مؤذي المنظر أنت وزنك مش عالي بس عندك كرشك؟ مضبوط وزني يعني 57 بس يعني بس عتبر فيه شي 7 كيلو وكبر أوكي طيب هلأ أنت بعد حمل ولا حمل متكرر؟ لا مش مش ولا ما عندي يا أولاد يعني بس إنما بطنك بارز يعني أوه ولا في رخاوة في عضلات البطن ألو ما في رخاوة في عضلات البطن شعاد مش عم بسمع الدكتور عضلات البطن راخية يعني مترهية؟ آآ 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 راخية راخية عضلات البطن كتير طيب خلينا نجاوبك شكرا سعاد سنجاوبك إن شاء الله طبعا يمكننا على جواب الأخت سعاد أنه بالوزن هذا ليس لها علاقة في معظم الحالات بالدهون اللي في البطن هي علاقة بتركيبة البطن أو بأشياء أخرى قد إن شاء الله ما تكون في أشياء أخرى وما بغا تقلك أخت سعاد لكن خلاص نقول أنه الدهون لن تؤدي لهذه المشكلة لأنه ما عندك دهون فلن تؤدي أنه بطنك يكون بارز زي سمنة الرجال اللي يكون عندهم كرشة أو شي إنما يجب أنه فيه طبيب ربما طبيب جراحة عامة أو زملاء في النساء والولادة لكن ربما الجراحة العامة يكون الأفضل لأنه يقيمون البطن وسلامته هل البطن مترهي العضلات قوية جراحة التجميل العام المهم الزملاء اللي في جراحة التجميل يمكن خلينا نقول هم أفضل من يقيم هذا الوضع ربما إذا كان عندك ترهل شديد في عضلات البطن وإنه خلاص لم تعد يعني متماسكة ولو أنه هذه عادة تحصل بعد الحمل المتكرر لكن إذا هناك أسباب أخرى داخل البطن وهو نادر أن تكون أسباب أخرى داخل البطن ما لا علاقة بالدهون أشياء أخرى فيجب تقييمها وهذا الحل لكن ما في علاقة بين السمنة لأنه ما عندك سمنة بين ترهل البطن عندك إن شاء الله لختام حقاقتنا اليوم إن شاء الله أعطناكم هي جرعة بسيطة كل سبط إن شاء الله رح نعطيكم إياها على السمنة ومشاكل السمنة ونحاول كذا أمكانكم كما ذكرتكم في البداية أن المثل كان في العيادة والمريض يجي بسألنا بالضبط كل يوم أو كل أسبوع نعطيكم إجابة على سيئاتكم في العيادة التي إن شاء الله تكون ونحاول كل سبط هي إن شاء الله معكم وأيضا أتمنى خلال هالأسبوع الأسبوع الذي يسبق الحلقة حيوعلن عن الموضوع ربما في الشبكات الاجتماعية على موقع سيدتي وأيضا على موقع الخاص وعلى الفيسبوك وعلى صفحات مختلفة ويسعدنا أن نتكبل أسئلتكم سواء بالتليفون يمكن هذه والمرة نعطيكم خدمة مجانية على روتانة خليجية رقم خاص لا يوجد تكلفة لا يوجد شيء تتصلون عليه مباشر ثابت صحيح المبرر للمملكة يمكن أن يكلفهم شيء معين لكن إن شاء الله ننتهي ونترككم مع الأخت ميسا المغربي ونلقاكم إن شاء الله الأسبوع القادم واخت ميسا لك البرنامج نعم شكرا لك استشاري جراحة السمنة والمناظر الدكتور عيد القحطاني طبعا كانت فقرة جدا مهمة لأنه خصوصا لفترة الأخيرة صارنا كتير فعلا نعاني من موضوع السمنة في الخليج خصوصا وصارت من الدول الأعلى نسبة في السمنة فإن شاء الله نكون بنحاول نواعي وإن شاء الله نؤثر على الأقل ونحاول نخفف من هذه النسبة